طيب بالنسبة بالنسبة للمشتري الآن يعني عودا على سؤال لما قلت لك انه ياخذ الوثائق اللي تعيد له حقه لو صار خطأ كيف يبدأ إجراءاته القانونية اليوم أخذ سلعة معينة وطلعت فيها مشكلات كثيرة جدا وعنده الوثائق الفاتورة اللي انت قلتها اللي هو نظام الخصوصية والمتفق عليه تأكد من المسجر ومن صحته كيف يبدأ خطواته القانونية من وين يروح هو يفترض أنه أول شيء في عنوان للمتجر يخطر المتجر ذا ويطلب منه يقول وصلتني البضاعة فيها عيب فيها كذا مشكلته وينتظر الرد إذا رد عليه المتجر بالتعاون كان بها رد عليه يقول له ما عندي وهذا اللي موجود يتقدم للجهة القضائية الخاصة في المنطقة له عبر المواقع الناجز ويرفع الدعوة على على هذه الجهة ويطلب مقاضاتها عقديا على التعاقد داو أنه ما جاء الشيء اللي هو يبغى أو جاء ناقص أو جاء تالف أو إلى ولكن المشكلة اللي ممكن قد تثار هنا وكثير قلتها أنه لابد أن يتحر الجميع من صحة هذه الأماكن على أرض الواقع قد يكون هذا المتجر ماهو داخلي أو قد يكون داخلي ولم يفصح عن سجل التجاري وموقعه الحقيقي أو بريده الإلكتروني طيب أنا كيف أرفع عليه الدعوة القضائية إذا ما عندي معلوماته هذه هي المشكلة اللي هي موجودة لذلك الثقة في المتاجر مطلوبة وأتمنى من وزارة التجارة أن تعمل منصة خاصة لهذه المتاجر بحيث تكون مرجعية للمستهلك أنه يقدر لمن يرجع للمتجر الفلاني يلتقي كل معلوماته وبياناته أقدر أقاضي حتى وإن تعبت شوي وكان الموضوع على مستوى دولي وليس على مستوى محلي إحنا أصبحنا في عالم إلكتروني وأعتقد أن الحوكمة الإلكترونية مطلوبة لوضع القواعد والقوانين سواء للمستهلك أو المنتج نفسه وضمان العلاقة سواء على مستوى محلي أو دولي لإضطراض التجارة وتنامي وتطور الاقتصاد اشتركوا في القناة